بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثير عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤليم وعضدهم بالناصر وأعنهم بالناصر والطفل هم في الماكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأمسها يام عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنتين أصبع عينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخول ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشرباء والأشجار المتدلية بصفوف الثمار حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرني بفرار اللهم فلول بذلك عدوهم وقليهم عنهم أطفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وبعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم وقطع عنهم المداد وانقص منهم العداد واملأ أفئدتهم الروع وقبض أيديهم عن الباص واخزم ألفنتهم عن النوت وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم وقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم وقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسماء يمفي قاط ولا لأرض يمفي نبات اللهم وقوّب ذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفزعهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائي من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسراه أو يقرلوا بأنك أمت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعمم بذلك أعدائك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحباش والنوبة والزنج والسقالبة والديالما وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين واخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمنى وأبدانهم من القوى وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببئس من بئسك كفعلك يوم باد تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليوسف وهيئ له الآم وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظاه وأسبغ عليه في النفق ومتعه بالنشاق وأطفع عنه حرارة الشاق وأجره من غم الوحشة وأنسي ذكر الأهل والولاد واثر له حسن النياة وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفي من الجوب وألهمه الجرآة وارزقه الشدة وأيده بالنصر وعلمه السير والسنان وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمع واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولاك فإذا صاف عدوك وعدوا فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدل له منهم ولا تد لهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقاد وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فآجر له مثل أجره وزنا بواس ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدام وسرور ما أتابه إلى أن ينتهي بي الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوان أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقا أو أخر عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين